موسيقى نشرة الأخبار يا ضمشان الكرام أينما كنتم أهلا بكم المستهل بي الكأس العربية لفئة أقل من 17 سنة الجارية بي الجزائر وبمنتخبنا الوطني تحديدا الذي أنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة بفوز ثالث على التوالي عقبة غالبه على المنتخب الإماراتي بثلاثية نظيفة ضمن المجموعة الأولى ملخصا المباراة نتابعه بتعليق الزميسي في الدين بنزرته قلت لكم أن نفس السيناريو حدث تقريبا في مباراة السودان عشر دقائق كنا متراجعين للخلف ولكن في الدقيقة الحاذية عشر تسجلنا الهدف الأول وهنا نعيدها ونكررها نفس السيناريو يتكرر بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس ستايل تقريبا يتمكن المنتخب الجزائري من فتح باب التسجيل عن طريق محمد عبد المجيب كيساسي يبدأها عبد المجيب ينهيها جميل البداية سعيد النهاية يالله يا ناتوف يالله راوغ من هناك يدخل أناتوف ودخل دايما فرصة إضافة هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني حطها كيساسي حطها هدف ثاني هدف ثاني ويا له من هدف من فتح كيساسي ليس جل الهدف الثاني والأول له في هذه الدورة مسلم ناتوف انطلق على جهة اليسار حطها على طبق لفتح كيساسي الذي لم يخطع مرمى الحارس حمدان محمد الحمادي دون أية نظيفة للمنتخب الجزائري من سفر جزائري النتيجة بيسراه حطها لفتح كيساسي بيمناه انطلق اناتوف راح اناتوف هذه كورة هدف ثاني كورة هدف ثالث 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 أنا توفي اخطفها أنا توفي سجلها أنا توفي الفيني حطها ثالثة أهداف للمنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب الإماراتي قلت لكم بأنه ينتظر هدفه في هذه المباراة قام بكل شيء في هذه المباراة أنا توفي هذا المزعج المقلق هذا الصغير الذي يرتدي قميصا كبيرا قميص المنتخب الوطني الجزائري بروعة مهارة بسرعة حطها في شبك الحارس حمدان محمد الحمادي إنه الثالث الأهداف للمنتخب هني أن لمنتخبنا الوطني مزيدا من النجاح والتألق نتمنى أن تكون الكأس جزائرية ومباشرة عقب المباراة رصد لنا الزميل سليم هواري لانطباعات التالية في ميكروفون التلفزيون الجزائري والله الأهداف تعالى ما يتغيروش حنايا جينا بنية كنا ننفوذ المباراة باش نتعدى الدور المقبل باش نربحوا مباراة أخرى نعاود نقول ونعاود نقولها لا بلادو ما زالوا مسغار ما زالوا في إطار التعليم ما زالوا في إطار التكوين لازم من الوقت لازم من الوقت باش إن شاء الله يجلوا كسبوتيكة أكتر بمور المباراة إن شاء الله يكونوا أحسن كين أخطأ كين أمور زلونا عملوها كين بعض المناسب زلونا ندعموها إن شاء الله ولكن العمل محش يخلص في هذه النتيجة إحنا العمل تعنا لنوجده منتخب إن شاء الله تنافسي لدواء لكأسي فريق نحن نطلظمها نفده زيل نحن دول هدف تعنا رئيسي حققنا الحمد لله تعال بالنقاد الكاملة وبشيبك نضيفه في ثلاث مبارايات ودخلنا بقوة لهذا المسابقة إن شاء الله نعمل تتويج بهذا المسابقة أو معرفون أضوك قاعد المنتخبات رأنا جاين بقوة إن شاء الله إن شاء الله نخلو هذا الكأس في الجزائر إن شاء الله الحمد لله هنا مازال مازال ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الحمد لله حقنا الحوز نشكر الجمهور على هذا الحوض الرائع الجمهور دعمونا في المباراة الثلاثة نشكرهم ونطلبونهم المباراة القادمة يزيدوا يكملوا معنا إن شاء الله وتطرق رمان في حديثه إلى أهداف المنتخب الوطني خلال هاته المنافسة واعتبرها محطة تحضيرية لكأس أمام أفريقيا وقال دورة جدنا في وقتها باش نعرف ماذا جاهزية الفريق تعنا الوطني ما نقولوش بليرا وجاهز مئة بالمئة لا ما زالش نبيعوا الأوهام ما زال خدمة ما زالتنا عاملة يسلنا فينا ما تنسوش بليرا دياري في عمره 15 سنة دوق لازم يتعلموا بازلوا في إطار تكوين بازلوا في إطار تحولات ممكن جد لعابين آخرين يجدوا يبانوا إن شاء الله هذه النقبة الوطنية إن شاء الله تكون أحسن لعابين في هذه النقبة مباراة الجزائر والإمارات عرفت حضورا جماهيريا كبيرا في مدرجات ملعب سيغ جاءوا لمساندة المنتخب الجزائري في هذا الموعد العربي وتشجيع المنتخبات العربية الشقيقة كما ذكرنا قبل قليل المنتخب الوطني وأنهى الدور الأول من الكأس العربية بالعلامة الكاملة مسجلا ثلاث انتصارات مستحقة وتأهل إلى دوري الربع بأفضل أو ثاني أفضل هجوم ودفاع كريمية عتمان شبان الجزائر في هذا الموعد العربي الكروي حققوا المطلوب في الدور الأول بضمن التأهل إلى الدور بنائي بثلاث انتصارات مستحقة وداء مميز حيث تمكن إذن مشاهدين الكرام سنعود إلى الموضوع الذي أعده الزميل كريم أي تعثمان دائما مع الكأس العربية المنتخب الفلسطيني أنهى مشواره في الكأس العربية بعد هزيمتين وتعادل في الدور الأول آخرها الخسارة في الجولة الثالثة أمام منتخب السودان بثلاثية نظيفة أهلته إلى دوري الربع في الوصافة وتداول على أهداف المنتخب السوداني أحمد مصعب علي موسى وصابر منزر وعن المجموعة الثالثة حقق المنتخب التونسي انتصارا على نظره العماني بهدفين لهدف واحد بملعب سيغ وسجل هدف الانتصار للمنتخبية التونسي اللعبان أنس العمدوني ومحمد كريم القزاني وقلص النتيجة للمنتخبية العماني بنتيجة خطأ من مدافع المنتخب التونسي محمد ريان اللافي الذي سجل ضد مرماه وعليه احتل المنتخب والتونسي والوصافة بخمس نقاط فيما احتل المنتخب العماني المركز الأخير دون نقاط لان نتابع وإياكم التصريحات التي أعقبتها مباراة تونس وعمن رصدها سليم هواري والله منتخب العماني كان منتخب محترم جدا نحن هنا غاتي بكود اوكازيان زادا كوته إبريان حظرنا الأولاد لكوته مونتال معناها على خطر عرفنا نحن بش نبدو نلعبه في ماتش وممتون نتابعه في الماتش الأخر معناها بالنسبة لي معناها الرندمان مكنش أسان بوخصان ما الوبجيكتف هو الترشح والحمد لله يا ربي فلسيطاتينا لأولادنا وفلسيطاتينا لشعب التونسي إن شاء الله نكونوا في المستوى في القادم إن شاء الله نحن بالنسبة للتقييم الثلاثة مقابلات ثم نصق تساعدي من بين المقابلة الأولى حتى المقابلة الثالثة وإن شاء الله نكملوا بأفاكل المموريت ونزيدوا نحسنوا ثم بكووا أكوريجي وإن شاء الله نكونوا في المستوى ونصلحوا لوا ماكسيما إن شاء الله كانت سعبة شوية كنا سوبرسيون كنا تحت الضغط عرفنا كيف نجريوا مباراة متاعنا رجوا علينا عرفنا كيف نخرجهم الحمد لله ترشحنا الحمد لله موجهة سعبة لكن بش نكونوا في المستوى إن شاء الله وإن شاء الله بش نربحوا إن شاء الله نخدموا مخير تلقات هزائم طبعا حاجة تزعل بالنسبة لنا كفائي ممكن نقول إن إحنا كان عندنا شكل في بعض المباريات شوفنا بعض الأشكال التكتكية في اللي إحنا بنضوى عليها إحنا في مرحلة تكوين للفريق بقالنا بالضبط بعطاشة اليوم شغالين مع الفريق قبل البطولة لكن الحمد لله فريق ظري في بعض تكتين من أوقات من المباريات كويس بشكل جايد تكتكيا منظم دفاعيا ومهجوميا رضينا إن إحنا نخلق أكتر من فرصة على كل الفرق اللي إحنا لعبنا قدامهم ما عادت في مطش اليمن مطش الوحيد اللي كان بالنسبة لنا كان صعب قدام ثلاث فرق فرق قوية اليمن بطل آسيا تونس والليبيا فرق الأقوية طبعا معروف شمال أفريقيا بالنسبة لنا فرق قوية معروفها سواء المغرب أو تونس أو الجزارة أو مصر أو ليبيا الفرق كلها مستوى عالي لكن الحمد لله كنا ند قوي قدامهم قدرنا إن إحنا في آخر المطشين إن إحنا نفرض سيطريتنا على بعض الأوقات كثيرة من الأوقات المطش هذا وعرج مدرب المنتخب التونسي كمال سعادة على المواجهة المقبلة التي ستجمع منتخبه بالمنتخبية الجزائري في دور ربع النهاء النهائي وأكد على قوة وندية المواجهة بين منتخبين شقيقين يعرفان بعضهم منتخب الجزائري منتخب محترم جداً جداً منتخب معناها هو ما بين الفرق المفهمتني معناها المعنية بالكاس العرب معناها بالتيتر محترم جداً جداً منتخب محترم على الجماهير ما شاء الله في ملعب سيق لي جي وتوافد وتشجعوا إن شاء الله نكونوا في المستوى نحن نزيد وفي اللقاء الثاني اكتفى المنتخبان الليبي والليمني بالتعادل الإيجابي في الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس بملعب مستغانة وكان المنتخب اليمني السباق إلى مجالي التهديف عن طريق أنور الطريق في الدقيقة التاسعة عشر وقلص النتيجة للمنتخب الليبي عبد الموم المبروك في الدقيقة السادسة والسبعين وخلص ملخص المباراة بتعليق سامينورتينا ينطلق إذن اللقاء هنا بملعب الرائد فراج تنطلق المباراة المصيرية بين قوسين هذا سند جرواش عالية كانت من إبراهيم وتدخل الحارس يريد أن يتصور الكرة في الشباك لا يتركها بالقدم جسرى قوية جانبية المساعد لعبين والحارس كرة ضائعة الهدف الأول يا سلام طريقي يستجل الهدف الأول رأسية مباشرة في الشباك في بعض الركنية الثالثة مباشرة إلى القائمة الأول ورأسية أكسية تسكن شباك المنتخب الليبي والحارس محمد عمار راح نشاهدوها شوف فعلا الطريق يفتح بها بالتسجيل برأسية جميلة مباشرة في الشباك كرة ثلاثية البرواني الزقوزي ينضلك بقوة يدخل منطقة أمليكة أي خاطرة 替نا يدخل منطقة الأمليكة fellas الرجال الخلف من ليث التصويب ربما ارضيا حسن حدو الحارس اليمني والضح أحمد وهو التغيير الثاني من ل Paduka العمليات سعبه 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 المراوغة هذه الفرصة هو دفت ثاني ضيعيل نهgets ممكن من لحد من لقد العمليات المراوغة ودخلوا له ووو لو كانت فيها قوة كان ممكن أنه يخادع التقطية الدفاعية كانت رائعة من محمد من فوق في الشوط الأول كانت جهة اليسرى هاي كرة هاي سعب هاي سعب هاي سعب اوه لدف اوه تعديل النتيجة اي 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 السعب التصويب الأولى كان من اللعب اللي كان قلنا ما كانش في المستوى رمض المصماري تدخل الحارس والمتابعة كانت من رقم 9 عبد المؤمن المبروك يعدل النتيجة في الدقيقة السابعة والسرعين كيف ستكون الأمور في الربع ساعة الأخيرة قلنا قبل دقائق ماذا سيكون رد فعل المنتخب اليمني لو يتلقى هدف ثاني وينهزم فمباشرة يمر من الفريق احتل هذه المواجهة بتعادل هدف مقابل هدف المنتخب اليمني سجل هدف الأول عن طريق أنور طريقي في الشوط الأول الشوط الثاني تمكن عبد المؤمن المبروك من تأديل النتيجة خمس نقاط للمنتخب الليبي خمسة للمنتخب اليمني الذي يفوز بهذه المجموعة ويحتل المرتبة الأولى المنتخب التونسي إذا كان انتهت المباراة هناك أنيس يحتل المرتبة الثانية بخلص نقاط إذا المنتخب الجزائري في الدور الربع النهائي سيواجه أكيد المنتخب التونسي وانطبعات المباراة رصدها أنيس مزيئا الحمد لله المباراة تحكمنا بريتماء خصوصا في الشوط الأول الهدف قام على غفلة يعني بعد إرهاق اللاعبين أرهقوا بصراحة يعني ثلاث مباراة خاصة مباراة تونس وأرهقات اللاعبين تماما الحمد لله قدرنا نسيطر على المباراة ونسير على المباراة زي ما نشي يعني تحكمنا بالوقت والله الحمد لله منا نقول هارد لك الفريق الليبي كان فريق ممتاز في المباراة ولعب إلى آخر نفس ومبروك لنا ومبروك الشعب اليمني الله يبارك لي في رسالة يا أخي أنا للأخضر باللومي قالوا لي الأخضر باللومي هنا في وهران أنا أتمنى مقابلته يعني الصدق أتمنى أكون سعيدة قابله وأسلم عليه فريق 2-80 حتى واحد أشوف بالذات الأخضر باللومي ممكن يعني تحقق لهم من هذه إن شاء الله مباراة كانت ممتازة المنتخب الليبي عنده نفس قيد يلعب برتم عالي ضغط عالي يمتلكوا كلياغة بدنية قيدة كذلك أرغنا كما قال كابتون محمد حسن البعداني أرغنا مباراة تونس ولكن كنا عند حسن ظن القيميع والحمد لله على هذا التهل ونقول للشعب اليمني العظيم ألف ألف مبروك وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم دائما أكيد نحن سعداء طبعا بالمشاركة تعرف أن الفريق الليبي كان تجمع متأخر شوية لكن الحمد لله طلعنا بشكل كويس إلا زم ما حكيت أنت كانت مجموعة صعبة أكيد الفريق التونسي فريق لي اسمه في شمال أفريقيا زي دين الفريق باطل غرب غرباسيا طبعا الفريق اليمني كانت مجموعة لأخر نفاس المباراة كانت معرفناش من المتأهل ومن الممكن يكون فيه قصاء الحمد لله يعني هذه هي حكام الكورة أعتقد اللعب النظيف إن شاء الله نتمالكه عصابنا إن شاء الله في المرات القادمة وهارد لك وتهنينا طبعا للمتخبات المتاهلة وإحنا ساعدين جدا بالمشاركة نشكر طبعا للجنة المنظمة نشكر طبعا الأخوة المرافقين لنا مشكورين جدا على حفاوة الاستقبال نحن ساعدين جدا بالأهداة وساعدين جدا لكونا في بلدنا الثاني للجزائر ونزيد نعاود مبارك طبعا للفرق المتاهلة وإن شاء الله نشوفوا ونباركوا للفريق البطل وإن شاء الله تكون المشاركات الثانية أفضل بالنسبة لنا إن شاء الله مباراة الدور الأول تستكمل مواجهاته اليوم حيث يلتقي في هذه أو يواجه في هذه الأثناء المنتخب الموريطاني نظره العراقي بملعب مستغانا المغرب تواجه جزر القمر بالقمر أقول بملعب سيغ وعلى الساعة الثامنة من مساء اليوم وضمن الجولة الثالثة دائما يواجه المنتخب المصري ومنتخب سوريا بملعب سيغ على أن تتبار لبنان مع السعودية بملعب مستغانا من الكاس العربية لأقل من 17 سنة نمر بكم إلى آخر أخبار الاندياتية للمحلية والبطولة الوطنية حيث تم تقديم أو المنافسة القرية هذه المرة تم تقديم مباراة شبيبة القبائل شباب قسنطينة اتحاد الجزائر نعم شباب قسنطينة برسم الجولة الثانية إلى الفاتح سبتمبر وهو الشأن بالنسبة للجولة الثانية بين اتحاد الجزائر وشباب القبائل كذا موجهة شباب الوزداد وملودية وهران التي نست العبان يوم الثلاثاء السادس سبتمبر يأتي هذا بسبب التزامات شباب القبائل وشباب الوزداد بالمنافسة القرية وتحديدا بالدورية التمهيدية الأول لرابطة الأبطال الأفريقية حسب ما أعلنت عنه الرابط الوطني المحترفة على موقعها الرسمية في السياق ذاته اختار الاتحاد والأفريقي لكرة القدم ربعيين من التحكيم الجزائري لإدارة مبارتين من الدور التمهيدي لمنافسة رابطة أبطال أفريقيا وكأس الكاف ويتعلق الأمر بكل من الحكم الرئيسي يوسف جموح بمساعدة حمزة بوزيت وعاد العبان ومهدي عبيد شرف كحكم رابع لإدارة مباراة الاتحاد الليبي وفلنبوال بورندية فيما سيدير عبدالرزاق أعراب بمساعدة إبراهيم الحملاوي ومحمد سراج وإلياس بوكواسة كحكم رابع سيديرون مباراة الأخضر الليبي والأهلية الخرطوم السودانية يومي الحادي عشر والثامن عشر سبتمبر الداخل في أخبار الاندية المحلية يحضر فريق هلال شلغوم العيد لكرة القدم بمدينة تيسطيف تحسما للجولة الثانية التي يستقبل فيها أولمبي شلف وعينه صوبة داروك الهزيمة التي مني بها في الجولة الافتتاحية لرابط المحترف أمام شباب بل وزداد المزيد في سياق التقرير التالي تأخرت تحذيرات هلال شلغوم العيد للموسم الجديد إلى ما بعد مباراة الجولة الأولى في سابقات كادت تعصف بمستقبل الفريق في ظل أزمة عميقة الخروج منها بسلام استلزم تعيين مجلس مشترك لتسير شؤون النادي قبل غلق المركات الصيفي بسويعات قبل ثلاث أيام قبل غلق المركات وما عندك حتى لا لا في الرديب ولا على مستوى الأكبر حتى إداريا ما عندنا ولا شيء أخذينا إحنا الديركتور معايا رئيس الديركتور سيد بوكريسي وبعض الأشخاص اللي فيهم لاعبين قداما أخذينا هذا الوضع وتوكلنا على الله وتمكننا في ظرف وجيز تخيل أنه قبل غلق المركات بسويعات ما عندناش حتى لمودو باس يعني كلمة السر الخاصة اللي هو المسمى بتياماس باش نقدر نأهلو اللاعبين تعنا باش نعودو نطلبو مودو باس جديد من الفيفا ولازم كثمين وربعين ساعة وإحنا كنا يوم خمسة وعشرين أوت يعني اليوم الأخير من غلق المركات وتمكننا يعني باش نسجلو ستة وعشرين اللاعب الهلال متواجد منذ بداية هذا الأسبوع بمدرسة الرياضات الأولمبية بستيف في طرب سين يدوم أسبوعين بقيادة المدرب الجديد توفيق الوابح الفريق وجد روحه في وضعية أنه متأخر تقريبا للأنذية الأخرى بأقل ستة أسابيع تحذير تحذير بدأ بعد المبارة لجرات ضد شباب بالوزداد دخلنا في معسكر يوم السبت المعسكر هذا رح ينتد 15 يوم على مدار 15 يوم ونحاول فيه لأنه خلال هذا المعسكر أنه فيه مباراتين رسميتين واحدة ضد أولمبي شلف يوم السبت وبعدها مباراة ضد شباب قسنطينا الإشكالية أنه في نفس الوقت لازم تعد الفريق وتحاول تعوض النقص والتأخير للإسراء وفي نفس الوقت أنه في كل نهاية الأسبوع عندك مباراة رسمية التي عندها أهميتها ونعرف أهمية الانطلاق في الدول الإدارة الجديدة نجحت في التعاقد مع مجموعة من اللاعبين بخامات جيدة على غرار قاروي والدبار من وفاق سطيف خميسية من اتحاد الجزائر كل خير من سريق ريزان عقون نصر حسين دايوة طالبي من نجم مقرأ الفريق غادر منه حوالي عشرين لعب اللي يعني غادروا يعني ما ما تحصلوش على الأوراق التسريحة والمخالصة يعني من النادي لا تحصلوا من غرفة من غرفة فضة النزاعات عشرين لعب حوالي عشرين لعب وخلونا على عاتق النادي عشر مالاير سنتيم كديون بتاع اللاعبين هذو لقين احنا ستلاعبين ما زالوا مرتبطين على غرار سيدعلي العمري الشرفاوي لأولا ومبعث اللاعبين الرديف اللي طلعوا الفئة الأكابر احنا جبنا حوالي 14 اللاعب في أسماء اللي معروفة يعني اللعبة في الدوري الممتاز وعندها خبرة واحنا في الانتدابات الإدارة ركزت على جانب الخبرة لأن اللاعبين الخبرة هم اللي يقدروا يتعاملوا مع الوضعية الصعبة هذه بقية العناصر الأخرى اللي ممكن ما نعرفوهاش الآن رحين نكتشفوها مع مرور الوقت مع مرور المباراة إن شاء الله أول حاجة الحمد لله ربي على الوضعية الجديدة اللي راي فيها ناديه لاشا الغمليت الحمد لله يا ربي نظن انفراج مؤقت للوضعية الصعبة اللي عشناه في بداية الموسم الحمد لله كاين الرجال اللي حكموا الفريق ومشيوا في آخر لحظة ولو يعني كما نقول بصيفة متأخرة ولكن الحمد لله نظن انتلاقة الفريق وجمع حوالي 25-24 لائد مشي حاجة سهلة نشكر القائمين على الفريق هذا اللي نقضوه من الزاوية حقيقة يعني أمر يعني مخزي يعني فريق في القسم الأول ما يبشرش تحضيرات حتى الغاية حتى الغاية ربما من جولة الأولى وان شاء الله نكونوا قد المسؤولية ونذروا موسم قاوي مع المدرب جديد فاني هذا توفيق الوابح لمعروف وقلتها فاني طلبوا من الأنصار تعنا يسندوا الفريق ويكونوا مور الفريق هذا واحتل الجورة الآخرة إذن المرحلة التي يمر بها هلاش الغوم العيد عصيبة وتتطلب الالتفاف حول الفريق لضمان الاستقرار والتفرق لتحقيق أهداف الهلال هذا الموسم أنا من هذا المنبر ندائي لكل الأطراف في شلوم العيد بما فيها السلطات بما فيها الإدارة السابقة حتى رئيس المستقيل الأطراف اللي حبا يعني تعاون هذا الفريق نقدموا نلتفوا بالفريق ونتعاونه لماذا لن نخرجوا هذا الفريق من هذه الأزمة ونعملوا مع بعضنا بهذا يكون هلاش الغوم العيد قد تجاوز أصعب مرحلة في مسيرته الكروية ويبقى الاشتغال على المستقبل هو الأساس عينت إدارة مرودية وهران التقني عمر بلعطوي لتولي العارضة الفنية للحمراء وخالفا للمدرب المستقيل عبدالقادر عمراني بلعطوي بشر مهامه مع الفريق استعدادا للجولة الثانية التي يستقبل فيها نجم مقر على ملعب أحمد زبان يوم الجمعة المقبل على الساعة الثامنة مساء أعلنت إدارة شباب بلوزداد الأمسي أن مباراة الفريق أمام الجار نادي باردو المقرر يوم الجمعة المقبل الحسابي الجولة الثانية ستلعب بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء بحضور الجمهور وسيتم الطرح حوالي ثمانية آلاف تذكر بسعر خمسمائة دينار وذلك يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة العاشرة صباحا بعيدا عن كرة القدم يشارك كل من ترجي أرزي ومرودية الجزائر في النسخة السابعة والثلاثين من كأس الأندية العربية لكرة اليد المقرر إقامتها من السابع عشر إلى السابع والعشرين سبتمبر بنابل التونسية والمؤهلة لكأس العالم الفين واثنين وعشرين حسب ما أعلن الاتحاد العربي للعبة أمس على صفحته الرسمية على فيسبوك في كرة اليد دائما أعلن رئيس نادي شبيبة سكيكدا لكرة اليد يسين عليوط عبر حسابه الرسمي عن انسحاب الفريق من كأس الأندية العربية المقرر إقامتها كما ذكرت قبل قليل من السابع أو السابع عشر سبتمبر إلى السابع والعشرين من الشهر ذاته بنابل التونسية بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق فضلا عن تسريح خمسة لعبين ولأكثر تفاصيل يلتحق أو أقول قبل ذلك وتشارك فرق نعم إذن معنا رئيس شبيبة تسكيدة لكرة اليد السيد ياسين علي مباشرة عبر قناة تلفزيون الجزائر القناة الثالثة مساء الخير سيدي الكريم في البداية هل تؤكدون قرار انسحاب الفريق من البطولة العربية السلام عليكم بعد الاجتماع التي قمنا بها يوم أمس فيما يخص المشاركة في البطولة العربية المؤهد إلى كأس العالم الأندية قرر بالإجناع عدم المشاركة والسبب الرئيس هو عدم وجود الإعانة المالية المشاركة في البطولة الأزمة المالية هذه لتحنق الفريق منذ السنة الماضية خصوصا بعد حصول الفريق على التنائية الأولى في تاريخ وليد بطولة وكأس الجمهورية هذه التنائية يعني جابتنا أكثر مشاكل من الدين التنائية التي تخنى فيها رياضة في تاريخ رياضة الوطنية من هذا الوقت تخنى فيها أزمة كبيرة ولهذه الأزمة ما رح ستشارك في البطولة اللاعبين المسرحين اللاعبين الخمس طبعا لعبين هذا الخمس كان فرق مختلف في الخليج وفي أوروبا طلبوا الخدمة الجحن ونحن في الأزمة هذه لا نقضر عن أجل ثان بهذا فأطرنا البارح خذنا قارار رغم المجهودات التي قاموا بها اللاعبين مع الفريق ولكن خذنا قارار لنصفح وهم للفرق بدون شرق بدون شرق نعم وحسب القوانين المعمول بها على مستوى الاتحاد العربي لللعبة هذا الانسحاب الأكيد ستقابله عقوبة من طرف الهيئة العربية كيف ستتعاملون مع هذا الوضع كنادي عريق كرة اليد سنعاقب لسنتين بعدم المشاركة في البطولة العربية ونزيد على هذا قيمة المادية قضوها 10 ألف دولار لنحن قبل من شارك وماذا أخرى نحن نجد حساب الاتحاد العربي لكوركيت نعم كسؤال أخير سيدي كريم هل في حلول في الأفق ويعني ماذا عن تحضيرات تحسبا للبطولة الوطنية والفريق يمر بهذه الأزمة لحد الساعة نحن بدنا تحضيرات هذه البطولة العربية منذ أكثر من شار لحد الساعة لم يكن حتى تواريخ البطولة الوطنية لم يكن لحد الأمر لنحضره كل مجهور فيما يخص تطورة البطولة العربية نجم نقول باللي لقيت اليوم رئيس المجلس الشعب الولائي وراح يتكلم غادا مع سيدة واني واني السيكدا ربما يكون حل بهذه المشكلة وشارك الفريق من السيكدا نعم شكرا لك سيدي الكريم على كل هذه التوضيحات نتمنى أن تحل كل مشاكل الفريق وبالتوفيق لكم بحول الله كنت معنا كنت معنا مباشرة يسين عليوت رئيس الاتحادية أو رئيس عفوان فريق شبيبة عفوان فريق شبيبة سكيكدا لكرة اليد ونختم بعض الخبر حيث تشارك في رق وفاق عينتو تارجال ونادي الأبيار ونادي بمردى السيدات للكرة اليد في نسخة الثالثة والأربعين من البطولة الافريقية 2022 للأنديات الأبطال اليوم إذن مشاهدنا الكرام بهذا سلوياكم إلى ختام الموعد الرياضي تقبلوا تحياتي وتحيات دقم التحرير والدقم التقني الذي خدمكم هذه الأمسية وقات الممتعة مع بقية برامج التلفزيون الجزائري شكرا على المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة